السلام عليكم أصعد الله صباحكم بكل خير والله يا نومة البالح الله أعلم أني وصلت إلى الأرض السابعة من العمق بالنومة الحمد لله أنا عندي شيئين حاجتين إذا أكلتهم يجيني عمق بالنوم غريب عمق بالنوم غريب واحد لحم الغنم وله بأي لحم غنم لا لحم الغنم الحري الحري بس يعني لواكل نعيمي نجدي ما يأثر فيني يقول لكلت الحري يا الله شي فضيع أثنين التين يأثر فيني بشكل كبير النوم يصور عاميك هذي ليش أثر بالنوم عندي لأنه يغطي نقص معين موجود لدي أو يزيد من مادة معينة موجودة عنده أصلا كانت متوازنة خلي في عمق بالنوم يجب أن تحرف أنه في فرق ما بين الدخول للنوم وعمق النوم دخول للنوم هذا يعتمد على الميلاتونل والكورتيزول خالبا أما العمق بالنوم يعتمد على أكتمال العناصر الغذائية يعني ممكن أن يكون عندي عناصر غذائية معينة غطاها أو غطتها اللحمة والتين وممكن أنت يكون عندك شيء مختلف يغطيها أكل آخر غطيها أكل ثاني فهمتوا عليه؟ عشان كذا إذا لمت نوم عميق من بعد قرق مستمر أو نوم سطحي ارجع وسجل وشانت أكلت البارح مباشرة ارجع وسجل وشكلت البارح يكون عندك حاجة أنت أكلتها نادر تأكلها لأن بعض الناس ما يستمع للغات الجسد والله أنا البارح للمت زين ويعتقد أنها جات بس صدفة لا كل حاجة لها سبب معينة والله يحفظ